اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود بالجوزة وبدو ينتقل لبرج السرطان طبعا القمر الان موجود في برج الجوزة زي ما حكينا ولكن حلقتنا كلها راح تكون عن الانتقال لبرج السرطان اللي بديو يعرف الساعات المتبقية يسمع حلقة يوم الامس طبعا القمر الان موجود في منزلة الذراع وهيها منزلة جيدة وصالحة لكل شيء ورح يمكث القمر في هاي المنزلة حتى تمام ساعة 8 و11 دقيقة من مساء اليوم الاربعة اللي هو موعد بث الحلقة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج ورح يظل القمر موجود فيها لغاية الساعة 10 و7 دقائق من مساء اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل القمر زي ما حكينا ما زال موجود بالجوزة وبدو ينتقل للسرطان وفي فترة خلو المسار خلو المسار طبعا بدأت هي من ساعات يعني الساعة 11 و57 دقيقة ظهرا من ظهر اليوم الاربعة ورح يستمر خلو المسار لغاية الساعة 18 دقائق مساء من مساء اليوم الاربعة لا ينتقل القمر ويستقر في برج السرطان يعني من الآن لـ 18 دقائق وهي فترة خلو المسار وهي فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبي أو زواج أو شراش ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار القمر الساعة 18 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش خلاص بنتقل وباستقر في برج السرطان عشان هيك بنشعر بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الأمان لنا ولا أحبانا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يضرف الدموع وهو يقلب تذكر أو يتذكر أشياء قديمة يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه بالفترة هاي بنشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حساسيتهم بالفترة هاي بتكون في أوجهة في هاي الفترة بوسعنا شراء بيع استعجار عقار ما ولكن بسبب تراجع وطارد بتكون تتفقدوا العقود والسكن بشكل جيد وأيضا فترة جيدة لزراعة نبتة أو شجيرة أو الانتباه أكثر لأطفالنا وقضاء ممتع مع العائلة أو في البيت بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل اليوم أو المتشكلة خلال هذا اليوم أول زاوية عنا زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين أورانوس وهي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم سبعة اثنين بيتمرد بعض الأشخاص وبيتصرفوا دون اكترات للعواقب كما بيتمرد بعض الأبناء على أهليهم غالبا عند حدوث أي زاوية بين الشمس وبين أورانوس سلبية بتور بعض الثورات والانقلابات العسكرية والاغتيالات في مثل هاي الوضعية كما بتدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة وبتدل كذلك على حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهاي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم ثلاثة اثنين هاي زاوية بتعزز قدراتنا القيادية وبتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة وبتدل على ازدياد حكومة ما أو ملك ما أو رئيس ما بالشؤون العسكرية والأمنية وتحسين حال اليد العامل في قطاع صناعة ووجود توازن بين العرض والطلب مما بتزيد اهتمام بالميادين الرياضية وقطاع الصحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبي ما بين القمر وبين المشتري وهاي راح تكون ذروتها ساعة ثمانية واربع وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا خلال هذا اليوم طبعا تأثير هاي الزاوية من ساعة الصباح ولغاية ساعة المساء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين الزهرة ورح تكون ذروتها ساعة اثناش واربع تاشر دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج هاي الزاوية بتعزز العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزز العلاقة معهم وبيعطي دفعال العاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم طبعا تأثير هاي الزاوية برضو طيلة النهر بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم المعيدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب والصفاق وهي الغشاء اللي بيغطي جدار البطن من الداخل والجهاز اللي انفاوي وعدم الصدر بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها ولكن هاي الأعضاء أكثر حساسية وإذا شعرنا بأي آلام بإمكاننا مراجعة الطبيب أو أخذ العلاج المناسب لعلها هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ويصلح أيضا لقص الشعر التجميلي يصلح لقص الشعر والصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص الشعر الزائد بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج السرطان معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم السبت 4-2 بيبدأ في تمام ساعة 6.18 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام ساعة 48 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب عمر 12 يوم في تمام الساعة 12.09 دقائق ظهرا بتوقيت جرينيش بصير عمر 13 يوم نسبة الإضاءة 85% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 18-2 سعيدة بنسبة 15% اليوم القمر في السرطان حتى يوم 4-2 سعيد بنسبة 45% الآن في ساعة الفجر بصير سعيد بنسبة 15% في ساعة الظهور بصير سعيد بنسبة 10% عطارد في الجدي حتى يوم 11-2 سعيد بنسبة 60% الزهرة في الحوت حتى يوم 22-2 سعيد بنسبة 10% المريخ في الجوزاء حتى يوم 25-3 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% وزحل في الدلو حتى يوم 7-3 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 30-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم القمر موجود في البيت الرابع يعني رح تنهمكوا في أمور إلها صلة بالبيت والعائلة أهم شيء أنه ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ولكن بدكوا تحذروا من التصرف بعدائية أهم شيء أنكم أدخال في القوانين والإرشادات ممكن تعانوا من بعض الإرهاق النفسي أو ممكن تسمعوا عتاب أو لوم يعني بسبب إهمال أو سوء فهم أو كلام جارح برج الثور بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات اليوم بنشاط عالي جدا فعشان هيك بدكوا تكونوا أكثر صبرا على الطرقات ويعتبر هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان أو مقابلة بتقدروا تعبروا عن رأيكم ولكن عبروا بهدوء ودون إثارة العدوات والتحفظات وما تتركوا أي مجال للغموض باستطاعتكم مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة اليوم ما رح تهدأ وتيرتكم من كثرة الحركة والاتصالات عندكم نشاط عالي فحاولوا تستغلوا هذا اليوم برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص اليوم ممكن يستردوا أموال بتعودلهم أو ممكن يحصلوا على هدية أهم شيء أنه تخففوا من النفقات وممكن اليوم بعض موليد برج الجوزة يناقش موضوع تمويل أو قرض أو ممكن يحصل على التسوية اللي بيحلم فيها بتفتح أمامك أبواب الحوار والنقاش البناء أهم شيء أنك تبرر مواقفك وتوضح وجهة نظرك من أي سوء تفاهم وبرضو انتبهوا من بعض المحتالين ماليا برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم عندكم طاقة ونشاط وحيوية وعندكم قدرة على إنجاز الكثير من مشاغلكم لأن القمر صار موجود عندكم أهم مش أنه ما تترددوا في فرض وجهة نظركم بترتفع المعنويات والأجواء بتصير واعدة بحسم إيجابي أو انطلاقة لعمل أو صفحة جديدة بتحمل هاي الفترة تقدم وأخبار جديدة وبتعيد لكم نشاطكم وخصوصا لحياتكم اللي تأثرت في الأيام الماضية يعني بداية فترة ممتازة لازم تتحركوا وتستغلوها برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر الآن صار في بيت المتاعب وبما أنه في بيت المتاعب معناته بسيطر التعب عليكم إنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وإخلدوا إلى الراحة بتكون الظروف مخيبة وربما تحمل بعض الخسار أو الفشل أو التعب خلال هاي الفترة وبتفشل أعمالكم في حصد النجاح المطلوب وبتخيب أعمالكم لتأجيل أو لإلغاء في اللحظة الأخيرة طبعا بتكوا تصبروا يومين أو بعد بكرة لا تتحسن الأجواء وصير القمر لعينكم فبتكوا تتحملوا هدولا اليومين بكل طاقتكم برج العذرة بتنشطوا اجتماعيا اليوم وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم شيء إنكوا تتجنبوا انتقاد أي شخص ما اليوم ما بناسبكم العمل إلا من ضمن مجموعة من الزملاء أو الأهل أو العلاقات الاجتماعية أنتوا اليوم بحاجة للتحالفات وبتفرحوا لتفاهم الآخرين لإلكم وممكن تحصلوا على التأييد أو تشاركوا في ورشة عمل الأهم من كل هذا إنوا حاولوا إنكم ما تفرضوا سلطتكم على أحد الأصدقاء وممكن تكتشفوا اليوم يعني موضوع بيتعلق بصديق برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم ويعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ممكن تشعروا وكأنه محيطكم المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف معكم وما بيتعاون معكم ولدرجة إنه اليوم ممكن تكتشف أنه بعض الأشخاص بيستغلوك أهم مش إنه ما تخشى المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح هاي الفترة بيكون فيها بعض القلق والتوتر برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بتنشطه في مجال السفر لبعيد والاتصالات لبعيدة والتعامل مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد ولكن بتكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة ممكن تعيشوا اليوم أجمل اللحظات وأكثرها حضا إذا تحركتوا واستغلتوا الفرص طبعا اليوم بتختفي المنافسات والعدوات إلا إنه ممكن تكتشف أمور بتتعلق في شخص ممكن كان يحاول خداعك أو إنه بيخدعك فأركز بشكل جيد اليوم بتسهل جميع تحركاتك أهمش إنك ما تقف ساكن وحاول إنك تستغل هذا اليوم بكل طاقتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات ثم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أهمش إنك تتصرف بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع ولا عادة بعض الأمور لنصابها حذروا من مخالفة القوانين والتعليمات ولا ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن إنك تعالج موضوع بيتعلق بموضوع مالي أو إداري ولكن بالمقابل حاول إنك اليوم ما تكفى الحد ومادة ينحد فلوس وركز بشكل جيد على الأمور المالية عشان ما يصير بعض الأخطاء برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل والعاطفة تعتبر هاي فترة فيها نوع من أنواع التوتر فممكن شوي يكون فيه أزمة أو سوء تفاهم أو عصبية أو حدية بالطبع فعشان هيك حاول إنك تبطئ من مسار بعض الأمور هدئ من روعك حاول إنك تعالج الأمور بعقلانية بدون عصبية برضو ممكن إنه شوي إذا وجهت أي انتقاد لأي شخص يعني يصير في بعض الأمور الصعبة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بيتراكم العمل لديكم القمر لأنه صار موجود في البيت السادس يعني شوي بدها شوي التركيز على عملكم وعلى صحتكم فعشان هيك حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم ولا تدخلوا في مواجهة مع الزملاء وحاضروا من التراجع الصحي غير من أولوياتك إذا دعت الحاجة ولا تعاند وباكر للعمل تفادي لأي تأخير في العمل وبرضو اللي بيشعر بأي شيء غرعت يدي يراجع طبيبه وحاول إنك ما تشتغل أعمال مش مهمة ركز على الأعمال المهمة فقط برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم الأجواء جميلة جدا على المستوى العاطفي وأيضا الحظ بيدعمكم اليوم في بعض المسائل وبرضو اليوم بيقدم لك فرصة مناسبة للمصالحة وللتسوية وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا ممتازة يعني الأجواء اليوم رح تكون لصالحك ولكن ممكن تهتم بأحد الأحبة أو أحد الأبناء وممكن بعض موليد برج الحوت يكتشفوه يعني شيء له علاقة بالأحبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء